مؤازرة وتضامن مع معاناة وشجون الأخوة العراقيين في لبنان زال وفد من كهنة وأطباء عراقيين أبرشية بيروت الكلدانية وافدا من أمريكا في زيارة تفقدية ضم الوافد كل من الأبوين فواز إليا كاكو كهن عراقي خوري رعية مريم العزراء في الشيكاغو فادي فيليب النائب الأسقفي لشؤون كنيسة ميشيغن وخوري رعية كنيسة أم المعونة وتصع أطباء الوافد تفقد الأخوة العراقيين في لبنان مطلعا على همومهم ومتفقدا أحوال العائلات كما جال على أرجاء مركز سيدة الرحمة الإلهية في البوشرية ومركز ساميشيل الصحي في إطار الزيارة عقد الوافد اجتماعا مع رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطرم ميشيل قاصرجي وانفردت تيللومير وانورسات بلقاءات مع الكهنة الأب فادي فيليب قال عبر تيللومير وانورسات هذه المرة نقوم بالوفد الإرسالية الطبية الثانية كان خلال عيد الميلاد الماضي جلنا ووفد من خلال خمسة طباء هالمرة كانت تسعة طباء ستة هما أطباء أسنان ثلاثة أطباء عامين أجرنا ثلاث عيادات مشكور سيدنا ميشيل قاصرجي ووفرنا عيادة سام ميشيل حتى نستخدمها لاثنين من أطباء الأسنان واحد فزيشن مثل ما كنت تتكلمه يا سيدنا يعني الحاجة كلاش كبيرة يعني خلال يوم واحد مبارح طباء الأسنان شافوا سبعين حالة سبعين كيس سبعين بيشنس مريض والطب العام شاف واحد واربعين كيس واربع سمون سولجريز مقابل ذلك أشر الأب فواز إليا كاكو إلا أن وضع أخوتنا العراقيين في لبنان بات بحاجة لخطة طريقة عملانية وعلى كل واحد مننا أن يقدم الدعم المعنوي المفعن بالمحبة قبل أن يتقدم الدعم المادي لأن هذا الأخير هو دعم آني في حين أن المحبة لا تسقط أبدا وضعية ناسنا وأهلنا العراقيين ما هي بالسهلة أكيد لأنه حسب الظروف اللي جدت عليهم ما هي بالسهلة ما جدت تدريجيا لكن جدت بليلة ويوم خصوصا مع دخول داعش إلى مناطق المسيحين والقرى المسيحية في ليلة ويوم لازم دول الناس كانوا يعملون يأخذون قرار يبقون أو يهاجرون أو يشوفون فد مستقبل لهم ولي أولادهم أكيد الكنيسة هي جسد المسيح الواحد إذا عدنا إخوة سواء كانوا مسيحين من العراق أو مسيحين من لبنان أو مسيحين من سوريا لأننا كلنا جسد واحد اللي هو ربنا وإلهنا يسوع المسيح إذا عضوا في هذا الجسد يتألم الجسد كله يتألم فأكيد هذه خبرتنا بيننا ما لأننا عايشين في أمريكا معناها ما مقطوعين كليا عن ناسنا اللي موجودين هنا في لبنان وخصوصا المهاجرين منهم المسيحين العراقيين والمسيحين السوريين أما المطرم مشيل قاصرجي فرحب بداية بالوفد شاكرا تيللوميار على نقل وقاء هذا اللقاء الذي يتناول أسمى قضية إنسانية قائلا نحس بقلبنا بيكبر لأنه بيعطونا من قلبهم بيعطونا من محبتهم أكيد بعد هالزيارة اليوم اللي الوفد الأمريكاني جايين تسعة طبة مشكورين اللي عم بيعملوه جبار شغل هائل جدا برأي أنا أنا بالمناسبة بدي أشكر جهود الكبيرة اللي عم يعملها أبونا فادي بالبروغراميات اللي عم يعملها لأنه عم يعمل إشا كتير 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 وخاصة المشروع اللي بلش تبني عائلة عراقية مسيحية بلبنان وغير لبنان اللي بدي أقوله إنه أكيد الحجاة كتير جدا جدا ونحن كأبرشي اللي عم نقوم فيه نحن أكتر منطقتنا بكتير كتير وبالمناسبة بدي أشكر أكيد سيدنا فرانسيس على رعايته وعلى محبته أكيد ما فيها ننسى المطران إبراهيم بس بدي أكون شاري الزيري نحن يلي السؤال مهم مهم نحن في عنا تقصير جدا كبير كبير من ناحة السينودوس الكلداني خلي اسمعه كل المطارين بشي اسمه بروغراميات للإخوة العراقية مهجرين في دول الجوار بالرغم بالرغم أميركا كانت سباقة بشي مثل هذه من منسى نحن عمله سيدنا إبراهيم بالدرجة الأولى مساعدة الأبرشي شي جدا كان مرتب بالنسبة لنا ونتمنى تستمر مع سيدنا فرانسيس ومع أبونا فادي أنا أكيد رأي حكي مع أبونا فادي بعد شوائن شو كيف نقدر نساعد أكتر بطريقة عملية أكتر الشعر مثل هذه ولكن نحن لأسف يعني زلنا الحقيقة شوائي بنزعجوا منا نحن كاسينوز كلداني هلأ متمنى بعدما سيدنا بطريق سالكاردينال متمنى يكون في وعي أكتر من كنيسة كلدانية بالعالم كله وخاصة أبرشيتي اللي ربنا عطيها نعمة وعطيها إمكانية أكتر تساعد وتيجي تزور مش لمهم نحن نتأسف كلوا بيتأسفوا حرام 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 تععدوا تفضلوا زوروا تععدوا معنا شوفوا المعاناة شوفوا البرغم عنا ونحن أسبوعية وشهرية مع المهاجرين العراقيين العمليات والأدوية والأجرات يعني وفد الأمريكيين عم بيجي أكيد عم يعمل شي جبار مهم كتير ولكن أكيد ما نوكيفي بنقولها بكل صراحة وفي الختام شكر المطرنقى سجري أبرشية أمريكا الكلدانية وكل من مدى للكنيسة يد العون والمساعدة